ما هي مشاعر المرارة وما هي أسبابها؟ أخت مجدى شرف كبير أهلا وسهلا فيك معنا في هذه الحلقة أهلا بحدتك أهلا مشاعر المرارة الكلمة مرعبة جدا جدا الكلمة مخيفة مصبوط فأول ما بنسمعها في ناس مرارتها انطفت بس إحنا طبعا بنتكلم على الناحية الجسدية نتكلم عن موضوع يعني موضوع أكبر من اللي إحنا منفكر فيه صحيح فالسؤال الأول ما هو أو ما معنى المرارة شوف حضرتك هو فيه قانون صعب جدا بيقول إيه إنه إحنا مش ممكن نشفى من المشاعر دي إلا لو غفرنا ده قانون صعب جدا أكيد على الإنسان من الآخر يعني آه يعني دي كده النتيجة يعني مش ممكن تتشافي مهما قلنا ومهما قلنا من مخاطر وخطورتها الحل الجذري بتاعها الغفران ده قانون صعب لكن لما نبتدي ندخل بقى في المراحل كده يمكن ده يساعدنا شوية إن إحنا نعرف إن التكلفة تكلفة الغفران أقل بكتير من تكلفة عدم الغفران طب إذا ممكن يعني توضحي لنا أكتر يعني فكرة المشاعر بالمرارة أو والمعنى الكلمة يعني تخطينا لأنه مرات منسمع كلمات ومنسمع إصطلاحات ولكن حقيقة مش فهمين أهمية أو حتى جذور الكلمة شوف حدثك دي حالة بتيجي للإنسان لما بيبقى مش قادر يغفر مش قادر يسامح اتعرض لإساءة اتعرض لنتيجة أذى أو إساءة أو ضرر حصل له وابتدى يتقلم نتيجة الضرر دوت وابتدى يحس بالإهمال والرفض والقراهية والظلم كمان فالإساءة دي بتبقى جوه مش قادر يسامح مش قادر يغفر وتلاقيه كده حتى لو بيقولك أنا غفرت بيكون غفران بتاعه نائس بيكون مجرد حاجة شكلية لكن ما بيكونش غفران حقيقي لكن خليني أقول أنه مثلا في واحدة ممكن تقولك إيه أنا مش قادر أسامح والدي بقالها 20 سنة متجوزها لكن والدها عارض مثلا ارتباطها بإنسان عشان مش مستواهم فقير شوية مش مستواهم واتجوزته ما توفقتش في جوازتها فتفضل عندها المشاعر دي جواه مهما مرت السنين مش قادر تسامح باباها واحد تاني ممكن يقولك أنا كنت نفسي يدخل كلية معينة وبرضو أهلي مريد يوش نتيجة يمكن ظروفه من مادية أو كده وتخرج وبيشتغل وبرضو عنده مشاعر مرارة جواه فالمشاعر دي بتبقى جواه الإنسان نتيجة إساءة نتيجة ظلم نتيجة ضرر وقعلي المشاعر دي ممكن كمان تكون مني لطرف تاني أو مني مع أصدقاء مجموعة أو حتى مشاعر ضد مني للكنيسة اللي أنا بصلي فيها يكون حد جواه أزاني يكون حد وتلاقي الإنسان يقولك إيه أنا مش ممكن تاني أتعامل مع الشخص ده أنا مش هروحي كنيسة واصلي مع الشخص ده تاني تلاقيه كده مشاعر جواه بتفضل كده تلاقي بقى تعمل جدور جواه جواه نفسيته جواه قلبه تتغذر وخصوصا لما بتلاقي المشاعر دي رساء بقى جواه كده والآن بتاعتي تكبر فتلاقي المشاعر دي تلاقي رساء الزات آه بالزبط كده فتلاقي إنه المشاعر دي كأن فيه جوه بقى مناسب إن هي تنمو وتكبر بتخلي بتتغذر فينا بتعمل بالزبط كده وما نفتكرش إلا الجروح والألم والإهانة فيما الإنسان ده مش ساوي مش طبيعي لأنه دايما دايما تعبان دايما تعبان ولما بتسيطر المشاعر دي علينا بتلاقي الشظايا بتاعتها يعني هي أنا بندري بيها ولا حواليها كمان حتى الأبرياء اللي حواليه تلاقي الشخص ده دايما عصبي دايما يتنرفس حساس جدا ما تعرفش يعني حساسيته حتى زيادة يعني وتلاقيه عنيف وتلاقيه يعني كارح يعني حاسس كده إنه مظلوم إن الحياة دي ظلمته وتلاقيه حتى إنه ممكن يلوم أي حد حواليه حتى لو بريء لإحنا ممكن نوصل إن إحنا نلوم الله كنت عاوز أقول يعني الآية اللي موجودة في الكتاب المقدس لألا يطلع أصل مرارة فيتنجس الجسد كله بالزبط كده يعني أنا عم بشوف الصورة وأنت بتتكلمي إنه هاي الجذور يطلع أصل يعني الجذر لهاي المرارة وأكيد بتنجس الجسد كله بالزبط كده تضرب من كل ناحية بالزبط كده حبيت العبرة اللي استخدمتيها الشظايا بالزبط كده ونلاقي حتى تكتب عن حنة لما حديتك بتقولي إنه بالزبط كده في صمويل الأول عدد 19 بيقول إيه فقامت حنة بعدما أكلوا في شلوة وبعدما شربوا وعلي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب وهي مرت النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء برضو بنقرأ في أيوب أيوب 7 عدد 11 بنقرأ الكلمات دي أنا أيضا أمنع فمي أتكلم بجيك روحي أشكو بمرارة نفسي وبرضو بيقول في عشرة عدد من واحد لثلاثة قد كرهت نفسي أسيب شكوي أتكلم في مرارة نفسي قائلا لله لا تستذنبني فهمني لماذا تخصمني أحسن عندك أن تظلم أن ترزل عمل يديك وتشرك على مشهورة الأشرار مش جي كده هنا كأنه هو بحجة الله الله يعني عنده مشاعر حتى نحية الله أرجع لحنة لأنه كانت بتصلم عندها شولد وضرتها عم بتعير فيها بتغيزها بالضبط كده فراحة رفعت شكوها لها بالضبط بالضبط كده ونعمة ونعمة برضو في رعوس واحد بتقول كده لا تدعوني نعمة نعمة لي بتكون حماد رعوس بالضبط كده بل ادعوني مرة الآن القادير قد أمرني جدا أنني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة لماذا تدعونني نعمة والرب قد أزلني والقدير قد قصرني ده نوع من المرارة نحية الله وكتير قوي ما بيسيطر علينا وخصوصا عارف حياتك الناس اللي بيتولدوا بعيوب خلقية أو بيبعندهم عهات أو الناس اللي مثلا تلاقي مثلا فقدوا أولادهم وهما صويرين أو حبيبهم وهما لسا صويرين من غير أي مقدمات الناس اللي بيجي لهم أمراض مزمنة وبياخدوا فترات طويلة في العلاج بيقول لك إيه معقول الله ده رحيم معقول وهنا برضو بيبعنده شكاية على الله فبيبعنده مرارة من ناحية الله اشتركوا في القناة